وزير الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني سعادة المهندس عصام بن عبدالله خلف أن الوزارة قامت بالعديد من الخطوات والإجراءات في سبيل تحقيق أمن غذائي وطني مستدام في المملكة وذلك تنفيذا لتوجهات الملكية السامية وأكد خلف أن المساهمة في تحقيق الأمن الغذائي يعد من المجالات والاستحقاقات التي تحظى باهتمام كبير من قبل مملكة البحرين ومتابعة حثيثة من الحكومة المؤقرة مشيرا إلى ما تفضل به جلالة الملك المفدى في خطابه السامي في افتتاح دور لنعقاد الثاني من الفصل التشريعي الخامس لمجلسي الشورى والنواب لهو خير دليل على اهتمام جلالته بالأمن الغذائي مضيفا أن الوزارة ممثلة بوكالة الزراعة والثروة البحرية تسعى جاهدة في سبيل إيجاد أفضل السبل لتحقيق الأمن الغذائي وضمان استدامته واستمراريته التي تعود بالمنفعة على جميع أفراد المجتمع ترجمة نانسي قنقر